بسم الله صلاة وسلام على رسول الله مرحبا بكم معي في فيديو جديد غالينديروا في جوج حشوات اللي مختلفين كل اختلاف على بضيتهم لا من ناحية المضاق ولا من ناحية المكونات هاد الحشوتين رائعين والداد يمكن لكم تديروهم في البريوات في البطبوت الكيش ومن نسبة للشوصون يعني ستعملوهم في اي وصفة اللي كتحتاج للحشوصون بالنسبة المقادير غا نبدا معاكم مقادر الحشوة الاولى اللي غا نحتاجوا فيها 150 جرام ديال الكفتة غادي نحتاج فلافيل انا خديت الفلفلة النوع الاحمر والاخضر انتو ما هستعملو اللي توفر ما عندكم غادي نشويها وغني نقطعها على هاد الشكل عندي جوج مع الكبار يلقز برمعد النوس عندي 50 جرام ديال الجوب المبشور بس المتوسطة مقطعة قطعة صغيرة بالنسبة التوابل غا نحتاج الملح والإبزار والسكنجبير والتحمير والكامون وزيت الزيتون باش غادي نقلي البصل ديالي غادي نمشو الحشوة التانية اللي مكونات ديالها بسيطة غادي نحتاجو البيض انا خديت ربعات لحبات ديال البيض 50 جرام ديال الجوب المبشور جمشو مع الكبار ديال الكزبور ومع النوس بالنسبة التوابل عندي سكنجبير الخرقوم الكامون والإبزار زيت الزيتون غا نحتاجها باش نقلي البصل هنا غا تحتاجو واحد البصل متوسطة مقطعة قطعة صغيرة انا نسيت ماذا ضفتاش لكم هنا في الوصفة مباشرة ولكن غادي تلقاوا المقادير في صندوق الوصفكي في مديمة بالنسبة غا نبدأو بالحشوة الأولى اللي خديت معاكم في الأول هي اللي غادي نوريكم طريقة ديال تحضر ديالها دابا غادي ناخدو مقلات ولا تيفال اللي غادي نكون ودرنا فيها زيت الزيتون وغادي نوضعو فيها البصل ديالنا وغادي ننتظروا حتى يتقلى معانا ويدبال شوية من بعد غادي نضيفو الكفتة أنا توفرت عندي كنسل عندي في المجمد انتو ما إلا عندكم طريقة تستعملوها أنا غادي نصبر على الكفتة ديالي حتى تتقلى على هاد الشكل يعني حتى تاخد القوام ديال هاد الشكل ومن بعد غادي نضيف ليها الفلفل اللي تليكم كم شوي ومقطع قطع صغيرة غادي نضيف القزبورو مع الدنوس والتوابل على هاد الشكل غادي نقلي الحشوة على الحشوة كاملة حتى تاخد هاد القوام من بعد غادي نحتفظ بها جانبا وناخدو الحشوة الثانية في الميقلات اللي درت فيها بصل بصلا متوسطة مقطع قطع صغيرة غادي تقلى معا زيت الزيتون على هاد الشكل حتى كتدبال غادي نضيف لها توابل وقزبورو مع الدنوس ونستمر في التحريك حتى تندمج معايا العناصر كاملها وفي نفس الوقت غادي تطيب معايا البصل على هاد الشكل غادي نوريكم طريقة دياله يعني حتى كي يجي لطيب مزيان عادي من بعد كم نضيف البيض بالنسبة للبيض أنا كنفضل أنني ناخدو في إينا كل بيضة على حي دبو حديثها هكذا باش كنكون متأكدة مئة في المئة أن البيض ديالي تكون زيانة يعني ما غاديش تكون خاسرة ولا تخسر لي الوصفة ديالي يعني غادي نستمر أنا بنفس طريقة حتى نفرغ في الطيفال جميع البيض اللي اللي بغيت ندير بالنسبة للبيض يمكن لكم تضاعفوا البيض يعني آآ باش تحصلوا على كمية كبيرة من من الحشوة آآ غا نستمر أنا في التحريك ديال الحشوة ديال على هاد الشكل حتى تنشوف معايا آآ بهالطريقة آآ غا نستمر في التحريك حتى تنشوف معايا البيض مزيان آآ باش ما يخليش لي حي تقريبا البيض كي يطلق واحد شوية الماء يعني أنا كنحاول نحركه مزيان حتى نشوف معايا هاكده يلا عمرت به يعني ما غاديش ما غاديش يعدمني في فتما والحشوة باقة سخونة يعني كنفرغها في واحد الإناء وغن نضيف عليها الجبن المبشور من الفوق آآ على هاد الطريقة هاكده كتتح معايا الجبن وفي نفس الوقت مني كنبغين عمرها كتكون كتجي مع الكوزوينا آآ غادي نوريكم الحشوة الثانية حتى هي اللي طيبتها تقريبا في نفس الوقت يعني باقة سخونة غادي نفرغها حتى هي في واحد الإناء وغادي نضيف عليها آآ الجبن المبشور حتى هي من الفوق وغادي نخليهم بجوجهم حتى يبردو مزيان وديك ساعة يمكن ليا نعمر بهم آآ اللي بغيت يعني أنا غاني نوريكم هاتجوج حشوات آآ طريقة اللي آآ عمرت بهم آآ البريوات والبطبوط أنا غاني نوريكم الطريقة من بعد يعني هنا يغاني ندير أنا الجبن وباقة الحشوة يسخونة هاكده كتدوب معايا كتسيح معايا الجبن وفي نفس الوقت كي يجي معلك مع آآ الوصفة اللي وجدت مع الحشوة يعني أنا غاني خليهم يبردو على جنب من بعد أنا غاني ناخد غاني وريكم كيفاش استعملتهم وكيفاش عمرت بهم آآ البريوات والبطبوط بالنسبة لهذه الحشوات زي ما صراحة كي يجيوا ورلدادين ووزوينين آآ والماداق كي يجي بناسهم مختلف آآ بزاف يعني إلا بغيتوا تديروهم مع بعضياتكم كي يجيوا زي ما كيعطوها واحد الماداق اللي هو الديد بالنسبة الحشوة ديال البيض أنا عمرت بها البريوات يعني غاني نوريكم طريقة ديال تحضير ديال البريوات على هات الشكل يعني كندير الحشوة ديالي بها الطريقة وغل ناخد البريوات ننطوي هات الشكل أنا فضلت أنا نشارك معكم طريقة ديال تحضير ديال الحشوة وفي نفس الوقت نوريكم آآ شنو حضرت بها يعني أنا غانستمر بنفس الطريقة حتى نصيب بالبريوات ديالي كامل هم آآ وغالي نوريكم من بعد النتيجة اللي حصلت عليها في آخر الفيديو بالنسبة الحشوة ديال الكفتة وجدت بها البطبوط اللي عمرته بهذه الطريقة يعني كي يجي لديد وزوين وبسيد دعما وصفة سهلة يمكنك توجديها غير في دقائق آآ في آخر لحظة يعني ما ما كتاخدش مجهود كبير وما كتاخدش مقادر كتيرة غانستمر أنا بنفس الطريقة حتى نعمر البطبوط كامل ديالي بالنسبة البطبوط انا درتم ها كمت بسطين كي اللي كيف تضل أنهم يديرهم صغار أنا غانستمر بنفس الطريقة حتى نكمل الحشوات كاملين وانوريكم نتيجة اللي حصلت عليها من بعد انا هاي كمية اللي اللي صيبت لي للحشوتين آآ صيبت بهم البطبوط معمر بالكفتة وفي نفس الوقت صيبت البريوات اللي عمرتهم بالحشوة ديالبيض جو رائعين والداد وفيهم واحد الطعم منعوش لكم جربوا الوصفة وغالي تعرفوا ما بقى لي الى نقول لكم رمضان مبارك سعيد يدخل عليكم الصحة والسلامة واللي السلام عليكم